كسراب يحسبه الضمآن ماء يداعب الأمل أرواح المعذبين من ذوي المغيبين قسرا في العراق فما إن تلوح في الأفق بارقة أمل أو تصريح من مسؤول بشأن الكشف عن مصيرهم حتى تتحطم تلك الآمال على صخر الواقع السياسي الذي تتحكم فيه ميليشيات تدين بالولاء لغير العراق وتنفذ مخططات إيرانية تسعى لإحكام السيطرات على العراق كل العراق لجنة متابعة ملف المغيبين في محافظة الأنبار تقول إن هناك نحو ثمانية آلاف شخص مغيبون قسريا في المحافظة وحدها من بين سبعة عشر ألف عراقي لا يعرف مصيرهم حتى الآن على الرغم من الأدلة التي تؤكد اختطافهم على أيدي الميليشيات إلا أن الضغوط السياسي دائما ما تعيق عملية الكشف عن مصير هؤلاء المغيبين أو الإعلان عن الجهات المسؤولة عن اختطافهم اللافت أن ملف المغيبين بحسب رئيس الوزراء الأسبق يهد علاوي مرتبط بجهات غير عراقية إذ أكد في وقت سابق أن الكشف عن مصير المغيبين يتعلق بوساطات لدى جهات إيرانية وأخرى تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني ما يعني أن العراق بات ساحة مفتوحة لتدخلات إيران وميليشياتها المنتشرة في المنطقة دون النظر إلى معاناة الأسر التي غيب عائلها أو ابنها من غير ذنب جناه أو جريمة ارتكبها سواء أن وجوده يتعارض مع مخططات إيران الطائفية في العراق والمنطقة وبينما تستمر مطالبات الأهالي بالكشف عن مصير ذويهم يتواصل التجاهل الحكومي للملف على الرغم من اختلاف التشكيلات الحكومية من العباد إلى عبد المهدي وصولا إلى مصطفى الكاظمي الأمر الذي يؤكد أن المشهد العراقي ترسمه أياد إيرانية وأن من يسعى إلى رفع المعاناة عن ذوي المخفيين قسرا عليه أولا أن يضمن استرداد العراقيين لوطنهم ليكون القرار والمصير متعلق بأيد وطنية عراقية